بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة من حلقات قناة الرحمة نقدمها مسايرة ومجاراة للأحداث التي تتم في مصرنا الحبيبة أسأل الله توارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين آمين يا رب العالمين نتكلم مشاهدين الكرام عن الانتخابات الانتخابات البرلمانية والحدث المسيطر على الساحة المصرية وعلى الشارع المصري الكل متركب ماذا ستصفر عنه المرحلة الأولى والجولة الثانية في المرحلة الأولى جولة الإعادة التي تتم في القاهرة والفيوم والأكسر وبورسعيد وضميات والإسكندرية وقفر الشيخ وأسوت والبحر الأحمر الإعادة تمت أمس واليوم وما زالت مشاهدين الكرام وستنتهي وسيغلق إن شاء رباب التصويت في تمام السابعة مساء بإذن الله بعد لحظات وبعد دقائق ولكن أحب أقول مشاهدين الكرام أن الكل متراكب لما ستصفر عنه النتيجة الكل يتكلم على الفضائيات من خلال الصحف من خلال الأقلام من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة سواء مسموعة أو مقروعة أو مرئية الكل يتحدث عن اكتساح الإسلاميين ونحن نقول هنا لا نفرح بذلك ولكن نقول هناك مرحلة ثانية وهناك مرحلة ثالثة فيها جولة أولى وفيها جولة إعادة وننتظر إلى نهاية الانتخابات إلى نهاية المرحلة الثالثة ولكن هناك بعض التحليلات لابد أن نقف أمامها لابد أن نقف أمام عدة علامات كثيرة لابد أن نحللها عن الإسلاميين هل هم بالفعل الآن فزاعة؟ هل هم الآن فزاعة؟ هل الإسلاميين بالفعل؟ الناس كلها مرعوبة الناس كلها خايفة مش يقولك ده أنا أنا مش خايف ده أنا مرعوب طب أنت مرعوب ليه؟ طب هل أنت تعرفت على الإسلاميين؟ هل أنت تعرفت على أخلاق الإسلاميين؟ هل أنت تعرفت وتكلمت مع الإسلاميين؟ الكل بيتكلم الكل بيتحدث كل له طريقته كل له منباره كل له قناته كل له صحيفته الكل بيتكلم ما فيش التقاء على مصر فوق الجميع أو مصر أولا نتحدث مشاهدين الكرام في أمور عديدة ونجيب سويرس حينما قال وتصريحاته المهمة اللي صرحها وأكيد سمعتوا الكلام ده كله وفي مشايخنا تكلموا في ذلك هنا في قناة الرحمة على شاشات الفضائيات الإسلامية لما قال لن نسمح بفوز الطيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية طيب المرحلة الأولى يا رب تتم على خير وتكون النتيجة مرضية ومفرحة ومبشرة لكل المسلمين يا رب أمين أمين طيب إحنا لسه عندنا مرحلة تانية حتم يوم 14 ديسمبر في الجيزة بنسويف المنوفية الشرقية الإسماعيلية السويس البحيرة سوهاج أسوان دي المرحلة التانية يوم 14 عندنا مرحلة تالتة يوم 3 ينايب المينيا الأليوبية الغربية شمال سيناء جنوب سيناء الوادي الجديد ومطروح وقنة لسه الفرصة متاحة ولسه المشوار طويل تعالوا مع بعض نحل المشاهدين الكرام بعض الأمور وبعض علامات الاستفهام عايزين نعرفها لماذا هي علامة الاستفهام حول الإسلاميين وحول اكتساح الإسلاميين كما يتردد وحول فوز الإسلاميين كما يقال معنا مشاهدين الكرام ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة وأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق أسأل الله تبارك وتعالى لهم القبول هما اتنين من الصحفيين المحترمين اللي نقدر نقول وده احنا بنقدمهم لأول مرة على شاشة قناة الرحمة اللي نقدر نقول صحفي محترم صحفي له عنده مبدأ صحفي عنده عقيدة راسخة عارف هو بيعمل إيه نفسه يقدم شيء للإسلام نفسه يقدم شيء لدينه نفسه يقدم شيء لبلده نفسه يقدم إعلام إسلامي محترم نفسه يأسس مدرسة إعلامية جديدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع معي مشاهدين الكرام ونبدأ مع اليمين منعا للإحراج أبدأ من اليمين معي الزميل العزيز الأستاذ إسلام عبد العزيز رئيس القسم السياسي بجريدة الرحمة أهلا وصالح ربنا يكرم ربنا يوفقك إن شاء الله ربنا يبرك فيك أيضا معي صديق العزيز الزميل العزيز الأستاذ سمير حسين أبو زعكوك سكرتير تحرير جريدة الرحمة أهلا وصالح ربنا يكرمك يا عزيز ربنا يبرك فيك حبدأ مع الأستاذ سمير من خلال الخوف من فوز الإسلاميين هي أستاذ ملهم دي فزاعة قديمة أنت عايز ميراث ستين عاما نعم ينقضي في ستة شهور أو تسعة شهور أو ست سنوات المسألة تحتاج وقت طويل لكن هناك من ينفخ في هذه الفزاعة وهم معروفون تحديدا منهم مجموعة الكتلة المصرية اللي هي برأسها حزب نجيب ساويرس ومنهم نجيب ساويرس نفسه من خلال الإعلام يعني نجيب ساويرس هو متولي مسألة التشويه الخارجي بمعنى أنه سفرياته كتير وحضوره في قنوات فضائية أمريكية منها مؤخرا من قناة سي بي سي نيوز واللي استعد فيها الغرب على الإسلاميين بشكل فاضح وقال كلام قال كلام يعني الواقع نفسه يرفضه قال أنه أنه سعود الإسلاميين في المرحلة الأولى كان سبب النظام السابق بأن مبارك ضيق عليه وعلى الليبراليين وعلى العلمانيين في الوقت الذي ترك فيه الإخوان المسلمين يعملونه بصورة جيدة وأنا تسأل قل إذا كان مبارك ضيق على سويرس فلماذا سجن خيرة الشاطر وسجن مالك المجموعة الاقتصادية بتاعتليق المسلمين القضية قضية التخويف وقضية الفزاعة لن تنتهي بهذه الانتخابات ستنتهي إن شاء الله إذا جاء الإسلاميون للمجلس وإذا أداروا العملية السياسية بشكل حرفي وأنا أرى أن هناك كثيرون سيمرون بهذا البلد إلى طريق آمن المشكلة أنه أنا سألني أحد الناس عن موضوع الـ 15% بتاعت الكتلة قلت له الـ 15% بتاعت الكتلة ليست ناتجة عن شعبية في الشارع لكنها ناتجة عن فزاعة إيه يا عم أنت بتدي الكتلة ليه؟ قالك لأ مش عايز الإسلاميين ليه يا عم الإسلاميين هيجوا هجيبوا نسوانا وحينطلق لحانا الأمور بالنسبة للشرع المصري التشويه المتعمل الإسلاميين من قبل قنوات فرقية ومحتاجة تثقيف يا أستاذ مولا محتاجة تثقيف محتاجة دور الإسلاميين على فكرة مسألة تثقيف الشعب المصري أن الشعب المصري في عدد كبير منه على رأي من قال كنا قديما نجلس في بيوتنا وينتخب لنا النظام أنت هتجرجرون للي جان تاني هو ده اللي حصل طيب جميل أستاذ إسلام يعني كلام الأستاذ سامير يعني بيشير إلى تصريحات معينة من الطرف الآخر من الطرف الذي لا يريد لإسلاميين الانتشار ولا التواجد في الشارع السؤال طيب ماذا يفعل الإسلاميون تجاه هذه الحملات يعني العنيفة جدا وأنا عايز أقول حاجة وأنا قلتها في الصباح النهاردة في فترة الصباحية في تغطية القناة للانتخابات قلت أن الوقت أن أنا جبس ويرس تحالف الآن مع الدكتور عمر حمزاوي برغم أنهما كان في مشاكل عديدة بينهما كان يعني مشاكل كثيرة وعنف وخناقات وخصام أشياء عديدة تحالف سويا مع رموز من الطيار العلماني والليبرالي من أجل الوقوف يدا بيد أمام الطيار الإسلامي في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة طيب السؤال دام يعني محتاج تفصيل شوية لكن قبل ما أخشه له أسو الملهم عايز أأكد على كلام الأستاذ سمير فضل وروح لنقطة تانية مهمة أوي وهي أن فزعت الإخوان والإسلاميين عموما ليست فعلا وليدة هذه اللحظة وليست وليدة 60 سنة خلينا بس نقول مش وليدة 60 سنة بس مش من بعد الثورة لا لا أبدا يعني حينما تراجع تاريخ الإسلاميين منذ أن قد الشيخ البنة رحمة الله عليه قد الحركة الإسلامية في البداية وتدرك الربط الغير الطبيعي بين الأياد الصهيونية العالمية والقوى الخارجية التي تريد الإجهاز على أي فكرة إسلامية عندها قدرة على التفاعل مع الشارع وعندها قدرة على طرح برامج وعندها قدرة على تقديم رؤية وعندها قدرة على عمل ما يشبه إعادة لإنتاج النظام الإسلامي الرصين يعني هذا الربط يجعلك تدرك سر العداء الآن فأنا يعني أتعجب كيف يقف هؤلاء الذين دعونا الديمقراطية والحريات كيف يقفون في خندق واحد مع الصهيينة في عداء القوى الإسلامية يعني أنا عايز أقول أن ده أول ملحظ لابد أن هو يلاحظ لجمهور للجماهير العاديين أن الإسلاميون يمثلون خطرا على الصهيونية العالمية يعني فكيف يتصور عقل أن مصري مسلم أو قبطي أو مسيحي يعني يقف في خندق واحد مع اليهود أو مع الصهيينة على وجه التحديد هي دي النقطة الأولى النقطة التانية اللي حرك سألت عنها مسألة الإسلاميين وكيف يتصرفون تجاه هذه الفزاعة التي أشهرها في وجوههم أنا أتصور أن العمليات السياسية ستنضج تعامل الإسلاميين بكل طوائفهم على في في قيادة التحالف قادر على الوقوف في وجه العلمانية أو الليبرالية يعني أنا وخليني هنا مش أنتقد لكن أقول أن هذه التصريحات التي صدرت عن بعض الرموز كانت سابقة لأوانها أن التحالف مع التيار الفلاني سيمسس العبء لا يعني أنا عايز أقول أن العملية السياسية تحتمل كل يعني ما دمنا دخلنا إلى مضمار اللعبة السياسية يجب علينا أن نتعامل بمفردات هذه اللعبة من أهم مفردات هذه اللعبة أن أنا صدري مفتوح للجميع وأولى بنفتاح صدري له هو الذي يتفق معي في أصل الفكر في الأيدولوجي وبالتالي أنا حينما يقف الإخوان في خندق ويقف السلفين في خندق هذا أول سبب يجعل القضاء على الفكر الإسلامية أمرا ميسورا وسهلا لذلك أول شيء يواجهه الإسلاميون باختلاف طوافهم الوحدة الاتحاد تحت أي مسمى وتحت أي صورة لنخترع لنخترع مسميات نخترع صور ليكون تنسيق أنت حرك قلت أن سويرس تحالف مع عمر حمزاوي يعني على ما بينهم ورغم العدد بينهم وتصالحوا لأنهم يعملون من أجل هدف واحد فهم يدركون أن هذا التحالف سيفودهم على مستوى العملية الانتخابية لابد أن يعود الإسلاميون لنفس الخندق يعني لا نرى هذه التراشقات التي حدثت في بعض الدوائر النهار دوانا تبعتها بين مرشحين سلفيين أو أنصرهم وبين مرشحين إخوان أو أنصرهم حل النور أو الحرية أو العدالة أول شيء هو الوحد ثاني شيء العمل بأدوات العملية السياسية أنا مش هخترع أدوات للعملية السياسية أنا أنضج الأدوات الموجودة لتتفق مع المفاهيم والقام الإسلامية لكن علي أن أكون قادر على التعامل بنفس الأساليب حتى أستطيع مواجهة الخصم يعني الخصم ما يكلمنيش عن عن تحالفات انتخابية وما يكلمنيش عن جهدي في الدوائر وأنا أتكلم عن مجرد شعرات لا يعني هذا أمر وأعتقد أن بعض إخواننا من الحزبين الرئيسيين النور والحرية والعدالة أكدوا أنهم استفادوا من أخطائهم في المرحلة الأولى سواء في الجولة الأولى لها أو الجولة التانية اللي آخرها سينقضي بعد دقائق إن شاء الله أو بعد ساعة على الأكثر استفادوا منها لكي يذهبوا بعيداً في المرحلة الثانية ويمارسوا اللعبة السياسية بأدوات اللعبة السياسية جميل طيب أستاذ سمير أستاذ سمير أبو زعقوك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في مسألة الكوى العلمانية الكوى الليبرالية الكل بتكلم الكل بقول الرأي والرأي الآخر طيب هم يخوفون الناس من الإسلاميين وأنا عايز أقول لحضرتك هم يخوفون الناس من الإسلاميين بسبب أخطاء بعض المنتسبين إلى الإسلاميين أو إلى الإسلام على وجه العموم بعض الأخطاء بعض الفتاوى بتصدر هناك فريق الآن بيؤيد الترشيح لانتخابات مجلس الشعب هناك فريق آخر وفي نفس التوقيت خرج أمس وقبل أمس وقال أن الترشيح حرام ويحرم الترشح لمجلس الشعب وإلى آخره المسألة الأخرى الهجوم على بعض المرشحين الإسلاميين بالمثال الدكتور محمد يسر في مدينة نصر في مواجهة مصطفى النجار عندك في الإسكندرية في دائرة الرملة أبد المنعم الشحات أمور عنيفة أمور شديدة فيقولك دي منافسة دي معركة طب ولكن للأسف هم بيأخذوا الأخطاء بيصدروها وبينشروها على الفضائيات ومن خلال الجرائد وإحنا قاعدين بنتفرج وإحنا مش قاعدين بنتفرج يا سيد مولهام لكن هو التصريح الكلامي اللي تكلم فيه المهندس عبد المنعم الشحات الخاص بأدب نجيب محفوظ هذا كلام قديم 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 من أكثر من 15 سنة لكن دائما ما يبحث الليبراليون والعلمانيون عن المدفون ويخرجونه والفتاوى القديمة ويخرجونها حتى تخدم فكرتهم إذا سئل المهندس عبد المنعم الشحات عن أدب نجيب محفوظ في هذا الوقت سيقول كلاما مهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة